إذن كما قلنا مشاهدين الكرام يحضر معنا الزميل فارس شايب من ولايتي سطيف صباحك سعيد فارس ألا بيك معنا صباحك سعيد لك ولكل الزملاء ولكل السبب المشاهدين كنا تابعنا فارس وتابع المشاهد الكريم معنا أيضا المشاهد التي رصدتها لنا لتساقط كثيف ومعتبر أيضا للثلوج في ولاية سطيف كيف هي الوضعية الجوية الآن في الولاية هل يستمر تساقط الثلوج هناك وهل يمكن أن ترصد لنا أيضا مخلفات هذه الوضعية الجوية فارس تفضل تمام طارق كما تعلم أن ولايتي سطيف تعرف باقي من المناطق المعنية في اضرابات الجوية انخفاض شديد في درجة الحرارة منذ صبيح حتى اليوم وأيضا المرتفعات التي تزيد علوها لألف متر يبقى متواصل لتساقط الثلوج إلا أن أبقي المناطق المنخفضة تعرف انخفاض رهيب في درجة الحرارة وأيضا تواجد بعض الجليد على محاور الطرقات مما يجعل من المستعمل الطريق توخي الحذر أثناء سياقاب خاصة صباحة اليوم وأيضا ربما زميلي إنفماسك نعم تفضل نعم أن الوضعية الجوية عرفت منذ مساء أمس بداية تتساقط على مسوى المدن بعض الزخات من الثلوج أو حبات من الثلوج وأيضا تساقط لأمطار لكثير من أكثر من 20 دائرة للمستوى خاصة المناطق الشمالية نعم فارس فيما يخص المخالفات هذه الوضعية الجوية هل هناك هل هناك ربما بعض الطرق بالولاية التي التلوج الأخيرة تسببت في عرقلة حركة السير فيها أكيد أكيد لحد الساعة المسوى المفتلقة في الطرق والمحاور الطرق المؤدية إلى عين عباسة إلى ربما إلى جبل بابور أيضا الذي اكتسى حلة بيضاء منذ أكثر من ثلاثة أيام على أكثر تقدير بداية أيضا منذ صباحة بداية شكل الساقيع على مستوى هذه المحاور مما أدى إلى عرقلة حركة السير إلى حد الساعة وأيضا نشاهد أو نرفض بعض من المسعمل لطريق أو من له سيارة تبيت في العرق فهي الأكيد أن كل المياه الموجودة يجدها مجمدة تماما إذن هي بداية شتاء القارس هنا بولاية بصطيف كالعادة أكيد بالولاية ومعروفة أيضا ببرودة التقص فيها على غرار باتنا وعلى غرار أيضا معسكر وأيضا الولايات البيض بعض الولايات فيها الجزائي التي تعرف خاصة في فصل الشتاء وبداية فصل الشتاء يعني بين نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء اضطرابات الجوية تكون كثيرة وتكون كبيرة ودرجة الحرارة أيضا تنخفض بشكل معتبر لحد الساعة فارس شايب وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لديك بعد وخلال مخلفات الوضعية الجوية الأخيرة لا يوجد أي خسائر من الناحية المادية لا يوجد أي خسائر لحد الساعة فالكل معتاد أنه يتوخذ الحيطة والحفر وبداية إن شاء الله شتاء خالي من الحوادث لحد الساعة لكن سنوافق بكل تفاصيل جديدة تتعلق بالتقلبات الجوية بقي أيضا على كل العائلات التي لديها ربما أطفال أو يتوجهون إلى المدارس أن يهيئوا أطفالهم بالبطنيات وبكل ما يلزم حتى لأن ربما بالإنخفاض هذا الدرجة الحرارة يؤثر كثيرا على أطفالنا المتمدرسين جميل شكرا جزيلا لك فارس شايب على هذه المداخلة وبداية يوم طيب وموفق إن شاء الله لك ونتمنى أيضا أن وكما قلنا قبل قليل الحيطة والحذر في مختلف الولايات خاصة الولايات الداخلية والولايات التي مسها أيضا التنبيه الأخير خاصة الولايات التي تعرف انخفاض محسوس في درجات الحرارة وأيضا تساقط معتبر وكثيف لتلوج خاصة للأمطار لأن الأمطار تصل إلى المئة مليمتر محليا وهذا رقم كبير إذن الحيطة والحذر